مسميات أنا جاهز للرد عليهم لجنة الحكام لو عايزة تتحايل على المسميات أنا جاهز للرد عليهم أولاً في خطأ فني في خطأ فني في تعيين حكام الفار خطأ فني وأنا مش عارف بقى تبعات ده إيه؟ هل ده ممكن يؤثر على قانونية المباراة ولا ممكن يؤثر على فكرة البروتوكول بتاع الفار والآيفاب والرخص اللي انت مناحتها قبل كده للحكام ليه؟ احنا عندنا ثلاثة أنواع أو ثلاثة ليسنز من الحكام في حكم ملعب بيخضع لساعات تدريب معينة عشان يكون حكم ملعب يشتغل مع تقنية الفيديو وفي عندنا حكم فار في غرفة تقنية الفيديو لازم يكون اكتاز عدد ساعات تدريب معينة عشان يكون معاه الليسنز وفيه ساعات تدريب معينة عشان يكون الحكم أسست فار ايفار عشان يكون حكم ايفار واكتاز عدد ساعات تدريب معينة وده دبقا للبروتوكول بتاع الآيفاب عدد الساعات التدريب دي موجودة والرخص دي معروفة وحتى آخر مرة تعامل كورسي كان أعتقد أيامي كابتن وجيه أحمد دلوقتي هيكون معانا على الشاشة مستند مهم جدا وأنا هتكلم طبقا للمستند اللي معايا ولما شوف اللجنة هتلعب بالمصميات ولا لا؟ قدامكم على الشاشة دي قيمة آخر حكام اكتازوا الليسنز والرخصة عشان يكون معاهم ليسنز الفار كحكم ملعب أو حكم فار أو ايفار تعال كده عند رقم الكابتن عاطف حسين رقم 20 نقف هنا كابتن عاطف حسين وهو حكم معين في هذه المباراة ايفار مع الكابتن محمد عادل ومع الكابتن محمود أبو الرجال طيب الكابتن عاطف حسين المفروض هو اكتاز ساعات التدريب في حاجتين كحكم ملعب يصفر في الملعب وفيه تقنية الفيديو يصفر في الملعب ويتعامل مع الشاشة اللي في الملعب لتقنية الفيديو أو يتواجد في الفار كأيفار مساعد ايفار مساعد ايفار يعني يشتغل على خطوط التسلل طيب هل الكابتن عاطف حسين ممكن يكون حكم فار؟ لا يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يكون زي كابتن محمد عادل في مباراة القمة ما ينفعش يكون زي كابتن محمد معروف في أي مباراة بيكون فيها فار ما ينفعش يكون زي كابتن مصطفى متحت في مباراة الفار ما ينفعش يكون زي وقل فرحان زي عمر الشناوي زي طارق مجدي زي محمود أبو الرجال تمام طيب دي الفيفا الاستفار اللي للأسف اللجنة برضو ما جابتش إلا الاستفار 2 اللي هو محمود أبو الرجال القايمة اللي اضمتكم دي على فكرة دي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي اللي هو مجلس الاتحاد دولي لأن الرخص دي لازم القبره فيكون من الآيفاب طيب الكابتون نهاطف حسين مش معاه رخصة الفار ولكن معاه رخصة الايه فار طيب اللجنة عمليتي بقى حطت محمد عادل فار وحطت عاطف حسين ايه فار 1 وحطت محمود أبو الرجال ايه فار 2 طيب أنا هنا هسأل سؤال للجنة مين المسؤول عن تقنية التسلل مين المسؤول عن خطوط الملعب هل الكابتن عاطف حسين والكابتن أبو الرجال ولا الكابتن أبو الرجال بس طيب لو كابتن أبو الرجال بس طيب مين المسؤول عن تجهيز حالات الملعب وأخطاء الملعب هل الكابتن محمد عادل والكابتن عاطف حسين ولا الكابتن محمد عادل بس أنا بوجه أسئلة هي لللجنة عشان بس تكشف لي إن خطأ الفني ده صح ولا غلط طيب لو الكابتن عاطف حسين مالوش علاقة بشغل الكابتن محمد عادل وهو يكون ليه شغل بالكابتن محمود أبو الرجال طيب لما حاسب حد على الغلط بتاعت التسلل هو ولا محمود أبو الرجال طيب عاطف حسين تبقى لسعادة التدريب ما ينفعش يشتغل مع عادل لكن ينفع يشتغل مع عادل رجال بس هنا في حاجة غلط شوية بتحصل إيه هي؟ لما ترجع لتعينات أفريقيا في نهاية كاس الأمم وفي مباشرات دورة الأبطال ما بيكون ثلاث حكام فار بتلاقي حكمين بطول حكام الساحة هم اللي على غرفة تقنية الفيديو والحكم المساعد اللي بيكون في الملعب هو اللي بيكون الأسست فار 2 ولكن هنا اللجنة عملت حاجة غريبة جابت لك اتنين ايفار خلتهم ايفار وان و ايفار تو ولكن أنا مستنى أعرف من اللجنة عاطف حسين هنا دوره إيه؟ هيشتغل شغل محمد عادل هيبقى غير قانوني هيشتغل شغل أبو الرجال يبقى هنا في حاجة غريبة إزاي تحط اتنين مساعدين طب لو حطيت اتنين مساعدين طب فين الحكم المساعد التاني اللي مع أبو الرجال ليه تجيب عاطف حسين عاطف حسين السنادي في الدوري أعليقه على مفاجأة عشان ما طولش في كلامي أكتر من كده لأن الكواليس كتير قوي عاطف حسين السنادي في الدوري عمل ايه؟ كان حكم ساحة في مطش فاركو الجنة في الإسبوع الخامس وكان حكم رابع في ثلاث مطشات في الدوري الاتحاد وسيراميكا فاركو زد والداخلية والاتحاد وتحطي ايفار مش فارة هو ايفار في مباراتين الداخلية وفاركو المولين والإسماعيل واللجنة ما قدرتش حطه حكم فار رئيسي في مبارات الدوري ليه؟ لأنه لم يكتس عادي التدريب طب انت المرة دي حطه ايفار بس وان هيشتغل مع عادل ولا بور رجال لو اشتغل مع عادل هيبقى خطأ فني لو اشتغل مع بور رجال من المسؤول عن خطية التسلل هو ولا بور رجال معلوماتي ان الكابتن عاطف حسين علاقته قويسة جدا باللجنة والراجل خادوم جدا مع الناس فالناس على هذا الاساس اختارت الكابتن عاطف حسين واختارت طاقم الفار واختارت حكام المباراة المشكلة مش في إبراهيم نريدين بس المشكلة النطاقم بالكامل كان في معيار المجاملات قبل المعيار الفني اي خطأ هيحصل في مباراة القمة هيتحملوا طرفين اتحاد الكرة في المقام الاول ولجنة الحكام في المقام التاني اي رد انا جاهز وفي انتظار الرد سواء النهاردة او الايام اللي جاي فاصل ثم نواصل